عليكم الله وحلقة جديدة من حديث بغداد محور مهم جداً يوم الناقشة من ينقذ العاصمة من براثن الفوضى كما شاهدون بغداد للأسف بهذا الوضع كما شاهدنا بهذا التقرير وناقش هذا المحور مع الأستاذ دكتور حيدر معتز خبير بي أقولك مساء الورد مساء نور عليكم وعلى كل مشاهدي MBC لعراق أحياناً بكستاذ يعني تعتقد أنه إحنا أمام تهديد بيئي مستدام لتفاقم في الوقت الحاضر نعم إحنا في منتصف هذا التهديد البيئي دخلنا في خطورة بيئية حسب الحصائيات الموجودة عندنا تلوث بيئي في مصادر الحياة الأساسية طيب كالماء والهواء والتربة ومثل ما لاحظنا بالتقرير ازدياد هذه المصادر للتلوث إذا كانت طبيعية وإذا كانت غير طبيعية يجب يعني بوجهة نظري أنه نعالج هذه الأمور على أبسط تقدير معالجات بسيطة حتى لا تتفاقم الوضعية مثل ما حضرتك يعني وضحت تفاقم صعب حقاً كل مصادر التلوث أهم الأسباب الموجودة للتردي الوضع البيئي دعنا نتحدث عن بغداد أكيد هو يشمل باقي المحافظات التي لا موجود بيه أكو أرقام أكو أعداد أرقام أممية عن وضعنا؟ أكيد إحنا دخلنا من ضمن الدول في تغيير المناخ بسبب ما نبعثهم من غازات دفية تنبعد للجو لكن المعالجات البيئية الموجودة قليلة جداً مما أدى إلى أزدياد معدلات التلوث حسب الإحصائيات الأخيرة إذا كان معدلات تلوث بالمياه وإذا كان أدنى ارتفاعها في الهواء معدلات ارتفاع الهواء أدنى كذلك كثيرة جداً بسبب مبعاث هذه الغازات الدفية وكذلك مصادر تلوث التربة كثيرة الآن ومثل ما أوضحنا أنه هذا المواشي تربية المواشي والدواجن كذلك يسبب أنه مصادر تلوث للتربة بشكل مباشر خلنا نقسمها نعم خلنا نوصل لها مرحلة يعني بين المواشي بين المياه الثقيدة نعم الغازات المبعثة بالهواء المولدات الكهربائية المولدات العوادم السيارات حوادم السيارات هذا كله يعني الضغط على بغداد مش قد نسبته برأيك والله لحد الآن وصلت نسبة التلوث يعني حسب معايير الأخيرة إذا تلوث هوا عندنا تلوث فوق الخمسون بالماء خمسون بالماء هذا الرقم حقيقة لازم نقف عنده حتى نحدد عن عدام الاستراتيجية يوجد قانون بي أو تشريع بي أكيد طبعا 50% هذا بسبب نقول عوادم السيارات وكذلك مولدات كهربائية وكذلك